عادت المواجهات مجددا إلى الجوف بعيد إعلان الجيش الوطني مديرية الموتون منطقة عسكرية بيان الجيش الوطني طلب السكان بإخلاء المنطقة حرصا على حياة المدنيين تمهدا لشن عملية عسكرية تستهدف مسلح الميليشيا هناك تكتسب الموتون أهميتها من كونها تحوي سلسلة جبال حام التي تعد سيطرة عليها مكسبا مهما للمرور إلى مديرية الزاهر أحد أهم معاقل الميليشيا في المحافظة الأنباء الواردة من هناك تفيد بتمكن قوات الجيش الوطني من صد هجوم للميليشيا على منطقة مزوية التابعة لمديرية الموتون ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وبموازات ذلك شهدت مديرية خب والشعف كبرى مديريات محافظة الجوف تحديدا في جبهة صبرين مواجهات عنيفة تمكنت على إثرها قوات الجيش الوطني من تحرير جبال الخرشة الاستراتيجية المواجهات امتدت إلى جبل بوانة المطل على وادي خب حيث تمكن الجيش الوطني من تحريره بعد معارك عنيفة مع الميليشيا وكانت محافظة الجوف مسرحا لأولى هجمات ميليشيا الحوثي نجح خلالها أبناء المحافظة بإمكانيات ذاتية في التصدي لاعتداءات المتمردين وتحرير أجزاء واسعة لكن لا يزال السكان المحليون يعانون جراء الألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة في العديد من المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة